من حيث الشكل أنت الآن قبل شهرين فقط من مدة رئاسية مرتقبة أو انتخابات رئاسية أو تنافسية أن تغير فيالف رئيس حكومة لا يُعطي انتباعاً سيئاً بأنك كرئيس للسلطة فشلت في خياراتك في اختياراتك فكيف تطرح نفسك اليوم بديلاً لعهدة رئاسية جديدة بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سي حسين وقناة الجزيرة على الاستضافة قناة الزيتون الحقيقة نحن الآن في تونس تقريباً الشعب الكل واعي أن قيس سعيد فشل فشلاً ذريعاً تقريباً في كل ما وعد به من اللي وصل للرئاسة من اللي انتخبناه وأنا مع الأسف الشديد من الناس اللي انتخبته في 2019 وانتخبناه بنسبة كبيرة ياسر تقريب 70% يعطيناه موندا كبير وعدنا بعدة أعود لم يحقق منها أي شيء بل حقق عكسها تماماً يعني أعتقد أنه تونس الكل الآن وصلوا إلى هذه النقطة من القناعة أنه قيس سعيد هو فشل ذريع بربما فم خلاف أنه نيتو طيبة أنه يريد يريد الإصلاح أنه يحب يصلح كذا هذا هي حاجة أخرى احنا ما ندخلوش في النيات احنا نحكم على الأفعال وعلى النتائج هو يريد لا يريد معه في الحكومة أو حتى في البرلمان أو في رئاس الحكومة أو في كل مؤسسات لا يريد ناس أكفاء لا يريد ناس عندهم خبرة وعندهم تجربة ممكن يناقشوه ممكن يختلفوا معاه ممكن يطرحوله بعض الأفكار التي هو ما يعرفهاش أو ما هيش أفكاره هو يريد فقط إنسان يسمع كلامه هو ويطيع وهذه ليست طريقة في الحكم يعني بن علي كان يحكم كان ديكتاتورا مستبدا لكنه كان يستعين بطاقم كبير جدا من الخبراء في كل المجالات وكان معروف عنه أنه يستمع إليهم جيدا يقعد معاهم بالواحد بالواحد بالساعة وبالساعتين وينصد إليهم وإلى أفكارهم ومقترحاتهم أما قيس سعيد فهو لا يتركهم يتحدثون ولا يتكلمون يعيطلهم باش يخطب عليهم في حويج هو ما يعرف عليها حتى شي ليست من اختصاصه ليست معناها هو ما عندوش حتى التجربة في هذا المجال عوض أن يستمع للخبراء متاعه للوزراء متاعه لرئيس الحكومة هو يبحث على واحد يجلس أمامه كما كانت الرئيس الأولى الحكومة الأولى بودان قالت له الله يبارك الله يبارك وهذا يقول يا سيدي العزيز يا سيدي العزيز هذا كاش يحب قيس سعيد وهذه طريقة فاشلة في الحكم لأنه ما لم يحكم دوله بمفرده خاصة كيكون قيس سعيد ما عنده حتى خبرة وحتى التجربة إذن هذه النتيجة هو أنه دائما يحب يبدل بش يمسح المسؤولية متاع الفشل اللي هو أصبح ظاهرا أنه الناس كلها أصبحت مقتنعة بالفشل يحب يمسحها في الوزراء يمسحها في المساعدين يمسحها في الناس اللي يشتغلوا معاه يعني هو خطيه مش هو المسؤول لكن هو دائما يحاسب فيهم يعني يحب يقدم روحه أنه هو إنسان نظيف هو يحاسب فيهم لكن أنت لم تعطيهم ماندا لم تعطيهم صلوحيات أنت أصلا من الأول اخترت ناس ضعاف ناس غير أكفاء ناس ما عندهم حتى خبرة حتى تجربة في الحكم أو في الاقتصاد أو في تسيير الدولة يعني أقل معناها ما هكذا ضعف ما ثمات يعني بودن كانت أستاذة جامعية متاع جيولوجيا متاع جيولوجيا شنو دخلها في السياسة شنو دخلها في الحكم شنو دخلها في الاقتصاد شنو دخلها في العلاقات الدولية شنو دخلها في الفلاحة في حتى موضوع من المواضيع اللي نحتاجو لها كان معناها دائما يستعين بناس اللي يحبهم دائما ساكتين ما يتكلموش ما يعطيه حتى رأي وحتى فكرة ومن بعد عام ولا ستة شهور ولا أقل شوية من عام يطردهم زعمة زعمة هو مش راضي حان الوقت أن نقيل السيد سعيد يعني هو أقال 37 وزير تقريبا في السنة الماضية ولا في السنة الماضية السؤال الآن شكون يقيل قيس سعيد كيف نقيل قيس سعيد كيف ننقذ بلادنا من هالوضعية الرثة والكارثية اللي هو أنه راجل وصل الحكم بطريقة قانونية وشرعية ثم انقلب على القانون وعلى الدستور وقال أنا ربكم الأعلى أنا اللي نكتب الدستور أنا اللي نكتب القوانين الكل بمراسيم بدون لا برلمان ولا تتناقش مع أي طرف ولا لجنة ولا حد شيء وحده يعمل في القوانين وشفنا نتائج هذه القوانين الكارثية منها طبعا مرسوم 54 اللي دخل للسجون بالمئات وربما بالآلاف التوانسة فقط لأنهم انتقدوه بكلمة يعني في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في الإستغرام كلمة هكا اللي ربما قلقته شوية يحكم عليهم بالسجن هناك من حكموا عليه خمسة سنوات وسبعة سنوات سجن الحالة بيجب لكم دكتور ردوان هو أنه سعيد يفكر من خارج الصندوق الذي بقي ينظر إليه خمسة سنوات ينقض نفسه ربما تختل مرة الأولى الثانية والأهم من ذلك المواصفات التي على ضوء عيانة رئيس الحكومة لم تكن واضحة التوانس والي هو نفس الشيء هو كما قال الأستاذ أحمد القديدي هو غير قادر أن يستمع هذه المصيبة هو غير قادر أن ينصد إلى رأي مخالف إلى نقد فكيف له أن ينقض نفسه هو طبعا لا يستطيع أن ينقض نفسه لأنه يعتبر نفسه منزه عن الخطأ لكن استمع إلى أرى الآخرين استمع إلى من ينقضك لأن النقد أحيانا يساعدك هو في مصلحتك لأنه لينقضك يوريك عيوبك يصلحك يعني يعطيك فرصة بيش تصلح الأخطاء متاعك لكن إذا أنت غير قادر أن تستمع إلى النقد سواء من نفسك أو من أقرب المقربين لك اللي يقولون لك لا رأو هذا مش باهي الطريقة هذه رأي مش باهي إذا من غيره إذا من بدله إذا من حسن إذا من كذا وهو دائما لا ودائما ما يسمعش غير قادر يعني الحقيقة هو تحمل مسؤولية أعلى منه بكثير هو غير قادر عليها ما يستطيعش يكون رئيس دولة وحان الوقت للشعب التونسي باش نقف وقفة رجل واحد ونقول له يا سيدي برك الله فيك امشي ارتاح يزي من العبث يزي من الدمار والخراب رأو خاتيك الرئاسة يعني بغض النظر على تقييمنا للشخص يا أخير النتائج واضحة معناها الراجل خاتي ما ينجمش يترأس دولة ما ينجمش يحكم في بلاد غير قادر ما يفهمش ما يعناها حكومة ودولة ورئاسة وكذا غير قادر هذا أصبح واضح للعيين حتى الناس لأيدوه من الأول في البداية فهنا برشة ناس أيدوه وقالوا يا سيدي احنا مستعدين نضحيه بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالتستور وبالبرلمان المنتخب وبالهيئات المنتخب الكل نضحيه به هذه الكل الموجود الموجودين راجل قوي عنده صلوحيات الكل باش هو يصلح لبلاد ويحسن الأوضاع المعيشية متاع الناس اليوم سفر نمو سفر نمو بعد خمس سنوات بالضبط الأوضاع المعيشية متحسنتش يا سيدي حتى اللي اعطاوها معناها الثيقة على هذا الأساس أنه يا سيدي عاومي يشده ويقول شي توحسن أن الأوضاع المعيشية متاعنا عاومي يشوفه فيها تدهور يوما بعد يوم نعم يعني الناس والتي تشد صفوف على أبسط الأشياء اللي يحتاجوها للمعيشة الواحد ما صلح حتى شيء لا في التعليم لا في الفلاحة لا في الصحة لا في الاقتصاد البلايات قادة تنهار تنهار الوضاع قادة تتدهور الوضاع تتدهور ولكن في كل مرة سعيد يرجعها إلى اللوبيا تنذكر سيدا مشاهدين